الآن مع كلمة مكتب المرجع الديني السيد صرخ الحسن دام ظله في الكوت يلقيها سماحة السيد ماهر الموسى ويدام عزه فليتفضل مشكورا أيها الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد من أبرز التحديات في يومنا هذا ما يمر به العراق من مرحلة صعبة حيث المؤامرات والأطماع الخبيثة وتآمر قوى الكفر الإرهابي الداعشي والذي كان عنواناً للوحشية والقبح والإجرام وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ولإيقاف هذا الفكر التدميري لا بد من تكاتف الجميع لصد هذه الهجمة الشرسة فكانت لقواتنا المسلحة وأبناء الحجد الشعبي مواقفٌ بطوليةٌ شجاعة في تحرير الأراضي التي دنَّسها داعش الإرهاب التي دنَّسها داعش الإرهاب والتكفير فكانت التضحية بالنفس وهي أغلى ما يملكه الإنسان مفهوماً أسمى وأكبر في تضحيته ودفاعه عن الوطن وبالتالي وجب على المجتمعات وقياداتها أن تُقدِّر للشهداء وأسرهم وتضحياتهم التي لا تُقدَّر بثمان فكان حجم الاهتمام بالشهداء يُقدِّم دلالةً واضحة باعتباره سلوكًا إنسانيًا حضاريًا شرعيًا يُنمِّي روح التضحية عند الإنسان يُنمِّي روح التضحية عند الإنسان من جهة ويعجِّل من سرعة تحقيق الانتصار على كافة الأصعدة وفي كل سوح المعارك العسكرية وغيرها من جهةٍ أخرى فبادرت مرجعية المرجع الديني السيد الصرخي الحسني دام ظله بتكريم عوائل شهداء القوات الأمنية والحجد الشعبي وإقامة المهرجانات في عموم محافظات العراق تحت عنوان الحسين نهجٌ للتعايُش بين الأديان التي تُحيِّ وتُثمِّن تضحياتهم وقد شهدت المهرجانات تكريمًا لعوائل شهداء القوات الأمنية والحجد الشعبي ومشاركة عدة شخصيات ممثلةً عن طوائف وأديانٍ مختلفة وشخصياتٍ أكاديميةٍ واجتماعيةٍ عديدة وأما على مُستوى النزال الفكر الموضوعي الحر يخوض المرجع الصرخي حربًا فكرية لمواجهة الفكر التيم الذي يستمد منه داعش مؤونته الظلامية الإجرامية وفتاواه التكفيرية حيث استطاع سماحة السيد الصرخي الحسني أن ينسف المباني والأساسيات التي قام وعشعش عليها الفكر التكفيري التيمي الداعشي الذي عبث وأهلك الحرث والناس وهان الإنسان وسحق كرامته واستباح حرمته ومقدساته فاتحدت رصاصة العلم والكلمة والخطاب المعتدل ومن هنا مع الرصاص في سوح المعارك لتطيح بداعش فكراً ومرتزقةً ومنهجاً ومن هنا نحن بأمس الحاجة إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل القضايا على الفكر التكفيري بكل أنواعه ومنها وعلى رأسها الفكر التيمي الداعشي ومن خلال هذا المهرجان نوجه دعوةً للمفكرين والعلماء والأكاديميين والأساتذة والباحثين والجامعات العلمية لكشف زيف هذا الفكر الإرهابي القاتل حتى نجفف منابع الإرهاب وحتى يعيش العالم بأمن وسلام وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل إلى القوات المسلحة وإلى أبناء الحجد الشعبي على هذه الوقفة الشجاعة لصد الإرهاب الداعشي التكفيري وكذلك نتقدم بالشكر الجزيل إلى العوائل التي ضحت وقدمت فلذات أكبادها من أجل العراق ومن أجل أرضه الطاهرة ونسأل الله أن يرحم شهداء العراق كافة وبالخصوص شهداء القوات المسلحة العراقية الباسلة وشهداء الحجد الشعبي ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته